ومازلنا مش نحكيه عليه وقلنا منذ البداية أنه رئيس ماضي في مشروعه تقرب شوية الميكرو وأنه اللي صار لكل عنده هدف واضح لهو تأسيس المشروع هذية متع البناء القاعدة وهدم كل العلاقيل التي تعترض تأسيس هذا المشروع منها دستورة 2014 منها كل المؤسسات المنتقبة منها كل الصلاة المضادة في اتجاه تأسيس المشروع هذية الذي يؤمن به الرئيس قيس سعيد للأسف الأشكال الكبير قبل ما نجيه في التفاصيل أنه آخر تبني واضح من الرئيس قيس سعيد لمشروع البناء القاعدة كان أيام قبل 25 جويلة 2021 لما استقبل رفيقه في المشروع اللي هو سيري ذا شهايب المكين منذ 25 جويلة بدنا في تأسيس المشروع هذية على مراحل بالأمر 117 بالاستشارة الإلكترونية بتجميد ثم حل البرلمان وتفكيك كل الصلاة المضادة ووصولا إلى مشروع الدستور والاستفتيت وفي كل مرة يتم تقديم المشروع وكأنه نبع من إرادة أخرى إما إرادة الناس عبر الاستشارة أو لجنة حوار فيها حاجة تشبه للتمثيلية بتاع منظمات والأخير ولكن رينا شنو النتيجة اللي أعطعتها هذا الكل لإخفاء الحقيقة لمحور المشروع أنه هو المشروع جاهز الخيارات الكبرى جاهزة وهي بيصدد التطبيق وكل مرة معناها نتعامله مع كل ظرفية جديدة مع كل نص جديد مع كل حدث سياسي جديد ما غير ما نغذره للسياق الكل وما غير ما نفهمه أنه للأسف فما هدف واضح ما حابش يقوله الرئيس منذ 15 جميل ما قالش هاو مشروعي البناء القاعدي واسا معناها وهاو نعرضه على التوينسة لا بشينا بالمرحلة بالمرحلة بالخطوة بالخطوة وصولا إلى اليوم تفاعلنا معاك وكأنك حبيت تقول مهدي أنه خريطة الطريق اللي كان أعلن عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد واللي تبدأ بالاستشارة راي آخر خطواتها مش للانتخابات التشريعية بيقدر ما هي إرساء النظام القاعد طبعا الهدف كان واضح ولكن اللي تغير هو شروط الإخراج متاعه بمعنى أنه كان فيما حرص من رئيس الدولة دون الإعلان عن ذلك دون الإعلان عن ذلك غير معلم أنه ما يظهرش لأنه يعرف المشروع البناء القاعدي يخلق برشة أسألة يخلق برشة قلق يخلق برشة خوف فالحل كان أنه لا يتم الإعلان عن ذلك ونمروه بالتقسيد شيئا فشيئا نعطيك مثال على التقسيد نعطيك مثال بش نجيو جوش تمال التفاصيل بتاع البناء القاعدية بعد بش نرجع لك تفسر لنا ما معنى البناء القاعدي خط الناس تسمع فينا فمشكون ينجم عنده عليه فكرة فمشكون ما عندوش فكرة نحاولوا نبستوه تقرب شوي الميكرو مهدي قطلي عندي إكزامبل تفضل المثال الأوضح حسب رعي هو لما في الدستور تحدث على المجلس الوطني لجهاته الأقاليم قال أنه ينتخب من مجالس الجهوية ومجالس الأقليم فقط مقالش كيف تتخب مجالس الجهوية وفي الجماعات المحلية مقالش فما مجالس محلية جاء في فصل آخر ما عندو حتى علاقة اللي هو فصل المتعلق بمجال القانون وتسربت عبارة مجالس محلية أحنا وقتها قليلها أنه هذا يعني أنه المجالس المحلية ما هيش المجالس البلدية كما برشة الناس فهمت وإنما هي مجالس تتكون على مستوى العمادات تبقى مشروع البناء القاعدي ولكن مرة أخرى ما كنش فما وضوح فما تسرسيب فما تقصيد فما مواربة اللي وصلتنا اليوم لأمر واقع اللي هو مشروع الرئيس